السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو نحاول نعطي ملخص الأهم العلاقات التي يمكنها حساب كمية المادة يعني الانبغ دو مال كنت تدماتيغ هذا الفيديو سيكون صالح بالنسبة للتلاميذ للجدع مشترك للجدع شاهدوا هذا الدرس وبتلاميذ الأولى باكالوريا والثانية باكالوريا وما فوق إذا نبدو على برقة الله إذا أخذنا أي جسم من الأجسام المحيطة بنا فهو تكون مجموعة من الضرات والتي من السعب نحدده العدد وعندما أخذنا واحد المسطرة من الألومنيوم ووزومينا عليه يبدو واحد المربع صغير الذي يحتوي على واحد العدد كبير من الضرات وكلما كبرت المساحة كلما كبرت عدد الضرات المقويلة وغير هذا المربع صغير رافيت قريبا مليار ضر عدد الضرات أو الجزئات أو الأيونات كبير من الضرات وعندما تسهل معرفة هذه الضرات المكويلة من الضرات فالعالم الإيطالي أفو غادرو قطرح بداية القرن 19 تعامل بعينات من الضرات بحيث أن كل عينة تحتوي على المكويلة من الضرات أفو غادرو المكويلة من الضرات أو الأيونات ومتشابهة يعني تحتوي على نفس النوع من العناصر الكيميائية وهذا التعامل لا يتغير بحيث مكويلة من الضرات المكويلة من الضرات المكويلة من الضرات أفو غادرو المكويلة من الضرات كما تتعلق بحيث ومتشابهة تحتوي على 300 أبو نحن نتعامل بعدد بإسم نقول 1 غامل بابير يعني لها عينة 500 كلمة تعني عدد نقول بلاتو البيض يعني لها عدد 30 نقول مثلا واحد في العامية نقول لها زينة الكيسان هذه زينة تعني لها انبوات فيها 12 كاس وبالتالي المسألة عادية كلمة تعبرنا لها عدد اذا نرجع لترسينا قلنا ان عينة اللي سماها لنا واحد مول كلمة واحد مول يعني لها 6.0 في 10 و 23 عنصر اشنا هذا العنصر قلناه اما دارات او جزيئات او ايونات او الالكترونات هاد العدد هو نفسه القيمة للتابيذة افوغادرو بحيث ان تابيذة افوغادرو او لنوبة افوغادرو نوتي انا قلناه 6.0 جوج في 10 و 23 مول موانزة والعلاقة اللي كالجمعالية ما بين كمية المادة العدد او لنوبة افوغادرو هي أن عدد الضرات او جزيئات او الايونات مقسم على ثابيذة افوغادرو اللي بالمول موانزة عدد بدون واحدة على المول موانزة قلناه كمية المادة كتبقى بالمول ناخده 200 نتحدث حد عدد الضرات الموجودة في مستارة من الالومينيوم كمية مادتها هي 3 مول نقلّب على ان عدد الضرات نعرف ان ان تكون كتبقى 2 على ان ا نقلقى 2 هي او او ا الضرات 6.0123 نضربه في ثلاثة حسبوها 1.8 10.24 ضرات الالومينيوم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة